أحسن الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل في كثير من الآيات يبدأ الله جل وعلا بذكر السماوات ثم الأرض وفي سورة فصلة ذكر الله خلق الأرض ثم خلق السماوات فأيهما خلق أولا السماوات أم الأرض تقرأ سورة فصلة وفيها التفصيل أنه خلق الأرض في يومين وقدر أقواتها في يومين ثم استوى إلى السماء خلق الأرض سابق لخلق السماوات نعم وأما قوله تعالى والأرض بعد ذلك دحاها المراد الدحو ما هو بالخلق في فرق بين الدحو وبين الخلق الدحو أخرج منها ماءها ومرعاها هذا الدحو نعم